السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوت فقوة السيكتيري اللي بساريكم باخير هانيين كراكم مزيانين نتمنى كون قاعدكم باخير وعلى خير فينما كنتم تشاهدوا الفيديو ومرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديالي وماجيس ان شاء الله غاد نتقاس معكم الفقاس حر طريقة اللي بسيطة ومكوينت لي متوفر في كل بيت واقتصاديين في نفس الوقت فنتمنى انه يجبكم كذلك قبل ما نبدو الفيديو ديالنا كلمة العادة ما ننسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين كذلك اخواتي انتما كتفرجوا ما تفرجوا لي بوحد اللايك على الفيديو وتتبعوه من الاول حتى الاخير باش شوفوا معي المكونات والطريقة ديالها الفقاس هذا فباسم الله على بركة الله غاد ندوز المكونات والطريقة اول حاجة عدنا واحد القصرية اللي وضعين فيها تقريبا كيلو نص ديال دقيق الابيض او دقيق الفرس بطبيعة الحال تقريبا كيكو نحضر كيمية كبيرة بغيتو كيمية اقل من هذي الكيمية هذي فما عليكم غير يعني فما عليكم غير مقصو من المكونات كلهم يعني مدقيق ومن المكونات اللي سبقا يبغيتو كيمية اقل من هذي الكيمية هذي هاي كيمية اقل لكم تقريبا عندي كيلو ونص ديال دقيق الابياض من بعد كنزيد عليها ثلاثة المعالقة كفيرين ديال المعندلوس او ديال البقد ونس اللي كيكون ضيجة غسلينها ومقطعينها خير من بعض ايضا تقريبا غدي نوضع معلقة ديال ديال تومة اللي محكوكا كيف ملح تومها وايضا غدي ندرج معلقة كبار ديال الهريسة بالنسبة للهريسة كي تبقى على حسب التوق ديال كل واحد انا بالنسبة للقص كي يجيبني يكون حار ويكون مالح بنفس الوقت ايضا هنا غدي نوضع جمعة لقبار ديال مطيشة مركزة او مطيشة ديال الطس الملح والملح كي يبقى على حسب التوق ديال كل واحد ومن بعد غدي ندير غدي نزيد عفوان شوية ديال سكين جبير وكذلك غدي نضيف شوية من الابزار او الفلفل اسود وكذلك اطس حميرة او فلفل حمرة مهمة من قطعة ديال الصرحة تقطع معايا صافي وكنجمعو بالماء كي نجمعو بالماء بحالي كي نعجنو خبيز وفالاخير كندفو معايا كبيرة ديال الزبدة وكندخلو في العجين مزيان ومن بعد كنتحصلو عليها على هاد القوام هذا بعد ما كنتدخلو فيه داك المعلقة ديال الزبدة كنت لكم فقط تقطع معايا داك المقطاع هذاك فجيت المونطيه ما لقيتوش هالصافي هنا بعد ما كنتعجنو مزيان حتى كنتحصلو على هاد القوام بالنسبة للعجينة ما تكونش مرخوفة وما تكونش قاصحة يعني في نفس الوقت نحيد القصرية ديالي وغادي نخدم على سطح العمل ضروري مشوية ديال الزيت سباش مكلت تسقش لي ناقف اليدين وكنناخدو واحد الكيميا بحال هكا وكننقاو نحربلو فيها على سطح العمل كما كتلاحظو صافي غادي نحربلها زيان بالنسبة لتتحربيل كتتحربلو على حساب الفقص قداش بغيتو مش بغيتو يكون كبير بغيتو يكون صغير بالنسبة لدي المملاحة هادو او هذا الفقص من افضل انو كنت صغروهم يعني ما يكونوش اكباري من بعد ما كتتحربلو وكتتحربلو الكيميا كلهو سام復يلا الفاران هاداتي اللاطة الاولى وهدي اللاطة ثانية حتى تكملهو الكيميا كلها ومبعد كتتوضعو فالجاهو الفقياه كوطيبووهو نص طيبة بحل فقس الحلو او فقاص عادي كوطيبوهم نص طيبة من بعد كتتحيدوهمยو الفاران انتو هنرة خرجتو من الحوم وخليتو حتى بردو دروليم ان تلốوا يباري حتى يبردو وعاد قطعوهم تقصر الفقص نقطع الفقص نقطع الفقص نقطع الفقص نقطع الفقص بعد استفتفلات الفرن سوف نضيف الفرن و نكمل طيبة و نتحمر في نص الوقت هذا هو الشكل النهائي نحن نضيف الفقاش فكرة من الأعلى في القناة الماضي نكتب الى ما تشارك سبقوا لكم بقياة الماضي نتمنى من اخواتي اخواتي انكم تجربوا وتردوا عليها كما دليكم راكي جي سهل بسيط وبنسبة الكيمية ماشيها دي الكمية كلها يعني باقي تبارك الله الخير والبراكة باقي الكمية انا غير بتغتجي سمعكم يعني غاد الكمية دي اللي درت معكم فات الصحن هذا ما هو الصراحة راها باقي الخير والبراكة كما كان قوله وصراحة راكي نسكيل هادا عدل حلوق يعني بنسبة لدي المملاحظ بحلقة راكي يحماقوا عليها الوليدات وما كيبقاش وكما قدلكم كيينتسكيل على الفقاس حلو هذا كتبقوا فغين ثم ماشين كيفما كان قوله ثم كتجبدوا بالكماشي كيفما كان قوله واخوت اخواتي اتمنى انه يعجبكم تمنى يلعجبكم فيديو سبارتاجي واه مع اخوتكم صحابكم معقايا الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا اشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكم ما هو جديد كل وصفة جديدة ان شاء الله حدرتها وتقاسمتها معكم توصلكم صف هنا ما غدش طور عليكم بكسر من هكذا نقول لكم لي بقي كيش هذا الفيديو حسنا لده بقى نقول لكم شوفنا بزاف على حسنا متابعة لكم مع فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة